طبيب يفاجئ العالم يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد وأن علاجها مكون واحد وموجود في كل منزل وهو علاج فعال لجميع الأمراض التالية التهاب وتضخم لبروستاتا الضعف لدى الرجال والنساء العقم مرض السكري بنوعيه أمراض القلب والشريين وارتفاع ضغط الدم والتهابات الجسم وتشمع الكبد حصوات الكلا وتساقط الشعر وضعف المناعة ستتعرف اليوم معنا من خلال قناة الوصفات الزوجية على هذا العلاج الخارق الفعال لجميع هذه الأمراض إنها الحلبة ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت الحلبة أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد إذا كنت من عشاق تناول الحلبة فلدينا أخبار جيدة لك فوائد الحلبة الصحية تتنوع بشكل كبير فبإمكانك الوقاية من فقر الدم أو ما يعرف باسم الأنيميا من خلال تناولك لمشروب الحلبة هذا إلى جانب اجتهار الحلبة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإضطرابات التي قد تصيب المعدة أو الأمعاء تستطيع مساعدة نفسك في الوقاية من مرض السكر أو ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم الذي قد يسبب لك نوبة قلبية أو سكتة دماغية كما تشتهر الحلبة بدورها في التخفيف من الالتهابات والتآم الجروح بشكل أسرع وبخصوص الأشخاص الذين يبحثون عن مشروب يساعدهم في التخفيف من الانفلونزا والالتهابات المختلفة التي تصيبهم في فصل الشتاء فالحلبة ضمن الخيارات الجيدة والمتاحة سنتحدث بالتفصيل معكم عن فوائد الحلبة المتعلقة بصحة القلب والأوعية الدموية وما دور الحلبة في مرض السكر هل هي حقا يمكنها السيطرة على نسبة السكر في الدم وهل هي جيدة لمرض السكر أو لغير مرض السكر إلى غير ذلك من الفوائد مثل دورها في تعزيز الصحة الجنسية وتحسين صحة الكبد والكلا وتخفيف آلام الدورة الشهرية وآلام الولادة لدى النساء والعديد والعديد من الفوائد سنتعرف على كل ذلك بالتفصيل من قناة الوصفات الزوجية في الدقائق التالية ولكن قبل سرد تلك الفوائد ما رأيك أن نتحدث عن طرق تناول الحلبة وهل هناك طرق مختلفة لتناولها أم يتم تناولها بطريقة المعتادة؟ تعال معي البعض من الناس يتناول مشروب الحلبة المعتاد والذي يتم من خلال وضع ملعقة صغيرة من الحلبة في كوب أو وعاء به ماء لمدة عشر الدقائق ومن ثم تناول المشروب يوميا للاستفادة من الفوائد الصحية للحلبة قد يفضل البعض إضافة ملعقة من العسل لتحسين اضطرابات الجهاز الهضمي أو في علاج قرحة المعدة إلى غير ذلك من الطرق سنتطرق لها بالتفصيل حين ذكر الفوائد والآن تعال معي لنتعرف على الفوائد الهائلة لمشروب الحلبة نبدأ بدورها في تحسين صحة الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم المواد الغذائية تخيل ماذا سيحدث إذا كان هذا النظام محميا تساعدك الحلبة بعدة طرق في تحسين صحة المعدة والأمعاء والتخفيف من الأعراض المزعجة المصاحبة للجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك هذا إلى جانب أن الألياف الموجودة في الحلبة تساعدك على التخلص من مشكلة الإمساك وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل أخرى متقدمة مثل قرحة المعدة أو التهاب القولون التقرحي فالحلبة خيار جيد لك بسبب خصائصها المضادة للالتهاب وإذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض المعدي فالحلبة جيدة أيضا لذلك يمكننا القول أن الحلبة صديقة الجهاز الهضمي تساعده على العمل بشكل أكفأ وتحميك من الالتهابات والاضطرابات التي قد يصاب بها جهازك الهضمي ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من القولون التقرحي أو قرحة الجهاز الهضمي بتناول الحلبة يوميا مضافة عليها ملعقة من عسل النحل ستشعر بالفرق بعد الاستمرار على تلك الوصفة والآن عزيز المشاهد بالنسبة لصحة القلب فالحلبة تعزز من صحة قلبك بعدة طرق تساعدك في علاج تصلب الشرايين عن طريق تقليل مستويات الكولوسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولوسترول إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكولوسترول فأنت مهدد بنوبة قلبية أو الإصابة بمشاكل أخرى في حالة عدم السيطرة على هذا الارتفاع تساعدك الحلبة على تقليل مستويات الكولوسترول وبالتالي تقليل حدوث جلطات دموية أو نوبات قلبية تساعدك الحلبة على تعزيز صحة القلب أيضا عن طريق مادة موجودة في الحلبة تسمى لغلاكتومانان وهي أحد السكريات الطبيعية التي تعد من الألياف القابلة للذوبان المعروفة بقدرتها على التعزيز من صحة الأوعية الدموية والقلب وبخصوص مرض السكري فإذا كنت ضمن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري فالمستخلصات الموجودة في الحلبة تساعدك في التخفيف من أعراض مرض السكري من النوع الأول والثاني وحسب دراسات حديثة أثبتت أن العناصر الغذائية الموجودة في الحلبة مثل لغلاكتومانان تساعد في خفض مستوى السكري في الدم كما تبطئ من معدل امتصاص السكري في الجهاز الهضمي مضاعفات مرض السكري ليست جيدة على الإطلاق من الأفضل أن تتبع نظام غذائي لحماية نفسك من تلك المضاعفات أما إذا كنت لا تعاني من مرض السكري في البداية فالحلبة ستساعدك على وقاية نفسك من مرض السكري ما عليك سوى اتباع نظام غذائي صحي وإضافة الحلبة إلى نظامك الغذائي بحيث تتناولها فيما لا يقل عن ثلاثة أكواب أسبوعياً عزيز المشاهد هناك فائدة تميز مشروب الحلبة ستشعر بتلك الفائدة بمجرد استمرارك على تناول الحلبة وهي تعزيز الصحة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء هي فعالة في علاج ضعف الانتصاب والتي قد يعاني منها العديد من الأشخاص وأثبتت الدراسات أنها تساعد في زيادة هيرمون التستسترون عند الرجال كما تحافظ على تلك المستويات بحيث تكون في المستوى الطبيعي لها كما أن الخصائص الخاصة بتعزيز القلب والأوعية الدموية للحلبة تساعد في زيادة تدفق الدم لدى الأعضاء الداخلية للشخص ومن ضمن تلك الأعضاء الأعضاء الجنسية الداخلية للذكر مما تحسن من الانتصاب وتعزز من الكفاءة الجنسية الكلا لها نصيب كبير أيضاً الصينيون يشتهرون بتناولهم للحلبة ويشيدون بها دائماً في التعزيز من صحة الكلا فقد تساعدك الحلبة في منع تكلس الكلا أو حصوات الكلا وهي عبارة عن حالة مرضية تحدث بسبب تراكم الكالسيوم أو الفوسفات في الكلا وحين إجرائك لتحليل البول ستجد ارتفاع في نسبة تلك المعادن الحلبة تساعدك في وقاية نفسك من كل هذا كما أظهر الدراسة تم إجراؤها عام 2010 أن تناول الحلبة لمدة ستين يوماً يساعدك في إزالة السموم المتراكمة في الكلا خاصة المبيد الحشري الذي يسمى سايبر ماثرين وغيره من المبيدات الحشرية أما عن لبروستاتا فمشكلة تضخم لبروستاتا ضمن المشاكل التي زادت في الأوينات الأخيرة بشكل كبير بين كبار السن وحتى الشباب تعتبر الحلبة أحد الحلول التي تساعدك في الوقاية من تلك المشكلة والسر في ذلك هو المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحسن من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية الداخلية مما تزيد من تدفق الدم إلى غدة البروستاتا وتعزيز الصحة العامة لها وبخصوص الكبد فمثلما تنقل كلا من السموم والمواد والعناصر الضارة المتراكمة في الكلا تلعب نفس الدور مع الكبد تساعدك في إزالة السموم المتراكمة إلى جانب دورها في علاج الكبد الدهني والتخفيف من الدهون المتراكمة في الكبد النساء لهم نصيب أيضاً من تلك الفوائد فالعناصر الغذائية الخاصة بالحلبة تعزز من صحة النساء العامة مثل الرجال وتساعدهم في الحصول على فوائد صحية عديدة فقد اشتهرت الحلبة بدورها في زيادة تدفق حليب الأم والتخفيف من آلام الدورة الشهرية والوقاية من الأعراض المصاحبة لها مثل التعب والصداع والغثيان ونقص الطاقة وغير ذلك من الأعراض المصاحبة لآلام الدورة الشهرية كما أن الأطباء ينصحون بتناول مشروب الحلبة لعلاج تكيس المبايض والتقليل من أعراض سن اليأس حتى الآن هناك العديد من الفوائد الأخرى للحلبة فالشباب الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية لبناء كتلة عضلية لديهم قد ثبتت فعالية الحلبة في تحقيق تلك الفائدة وبالنسبة للبشرة فالحلبة على مر العصور تم استخدامها في علاج المشاكل التي قد تظهر على البشرة تساعدك الحلبة على التحسين من مظهر بشرتك العامة والتخفيف من المشاكل المتعلقة بها مثل حب الشباب بإمكانك أن تشتري زيت الحلبة وتقوم بوضع قطرة من هذا الزيت على البشرة أو على حب الشباب مباشرة كل يوم في خلال شهر ستجد وجهك أقل حمراراً وأن حب الشباب سيختفي تماماً هذا إلى جانب الدراسات التي أثبتت دور الحلبة في تحفيز الكبد على إنتاج لبروستاكلاندين وهو أحد الأمور الضرورية للمساعدة في التحكم في إنتاج الدهون التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب والبثور البعض من الناس يفضلون فائدة الحلبة في أنها تعمل على ترطيب البشرة ستساعد بشرتك بشكل كبير سواء بشرة الرجال أو النساء وستحميك من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ما عليك سوى تدليك بشرتك بزيت الحلبة الفوائد لم تنتهي بعد فيمكنك الاستفادة من الحلبة في علاج رائحة الفم الكريهة والتهاب الحلق وتعزيز الصحة العقلية ومنع الأمراض المتعلقة بها مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون وغير ذلك من الأمراض المتعلقة بتقدم العمر كما قد تساعدك في التغلب على الصداع النصفي المؤلم إلى هنا عزيز المشاهد أخبرنا في التعليقات عن مدى حبك للحلبة وهل تواضب على تنولها أم لا؟ مشاهدين الكرام هذا كل ما لدينا اليوم لا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس شكرا لكم على المشاهدة ودمتم بخير اشتركوا في القناة شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة